موسيقى البيت الأبيض يعتبر خلافات إسرائيل وحماس حول إعلان بايدن يمكن حلها وبيان عربي يدعو للتعامل مع المقترح السيسي يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي ومجلس النواب يوافق على الموازنة موسيقى إخلاء آخر مستشفى بالفاشر بعد تعرضه للقصف والدعم السريع يعلن عن وصول تعزيزات كبيرة إلى محاور ولاية سنار موسيقى من جديد مواجهات في الزاوية الليبية بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة بعد توقيف قائد فصيل المسلح موسيقى ويلقي القبض على خمسة أشخاص موسيقى موسيقى مبروك صغير معكم على مداري ساعتين إخباريتين أهلا بكم مشاهدين بدت واشنطن واثقة تماما في أن إسرائيل ستوافق على مقترح وقف اطلاق النار فيما لا تزال الخارجية الأمريكية تترقب رد حماس بعد تلقيها الاتفاق الخميس الماضي وبحسب الخارجية الأمريكية فإن الصراع بلا نهاية في غزة دون خطة للأمام سيفاقم من التحديات الأمنية أمام تل أبيب تقول واشنطن أن حماس الآن تضاءلت للغاية مقارنة بما كانت عليه في السابع من أكتوبر لكنها لا تزال تشكل تهديدا الخارجية الأمريكية أشارت إلى أنه لا يمكن القضاء على حماس بالوسائل العسكرية وحدها حث الرئيس الأمريكي جو بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان موافقة حماس على اتفاق وقف النار وتحرير الرهائن المطروح على طاولة معتبرا أن حماس هي الحقبة الوحيدة أمام اتفاق هدنة مع إسرائيل بايدن والشيخ تميم أكد أن الاتفاق الشامل يقدم خارطة طريق ملموسى لإنهاء الأزمة في غزة بايدن أكد استعداد إسرائيل للمضي قدما في البنود التي جرى تقديمها الآن إلى حماس أعرب زعماء مجموعة السبع في بيان تأييدهم التام ودعمهم لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر البيان أن الاتفاق سيقود لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة ونهاية دائمة للأزمة مع ضمان مصالح إسرائيل الأمنية وسلامة المدنيين في غزة ضأت الخارجية الأمريكية في تصريح للحدث أن هناك دورا للسلطة الفلسطينية في مستقبل حكم غزة معتبرة أن إصلاح السلطة الفلسطينية وتنشطها في مصلحة الفلسطينيين وإسرائيل وأشارت إلى العمل على أن لا يكون لحماس أي دور في حكم غزة مجددا اشتركوا في القناة نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع مزاعم إسرائيلية حول بناء حاجز جديد يفصل قطاع غزة أتى الرد المصري بعد ساعات قليلة مما نشرته وسائل إعلامية إسرائيلية تفيد بأن واشنطن طلبت من مصر بناء جدار تحت الأرض بوسائل تكنولوجية متقدمة لكشف أي أنفاق أو عمليات تهريب على طول الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خصص نحو 200 مليون دولار من أجل مساعدة مصر لهذا الغرض قلت التقارير أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والأمريكيين طلبوا من نظرائهم المصريين البدء في بناء حاجز على حدودهم مع مصر ما يمنع ويحبط الأنفاق تحت الحدود يذكر أن مصر كانت رفضت كافة الاتهامات التي وجهتها إسرائيل بوجود أنفاق تستخدمها حماس عبر أراضيها وصف مدير مكتب الأعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت استمرار إغلاق الجيش الإسرائيلي معبر رفح بأنه بمثابة حكم إعدام بحق الجرحة والمرضى الذين يحتاجون إما للعلاج في الخارج أو للمستلزمات الطبية الطارئة أن استمرار إغلاق معبر رفح أمام حركة المسافرين المرضى والجرحة هذا يعني حكم بالإعدام على أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى الصفر الآن هؤلاء يجب أن يخرجوا من قطاع غزة الآن لكي يواصلوا عمليات العلاج لكي يتلقوا العلاج في المستشفيات الخارج لكن للأسف الشديد إغلاق معبر رفح في وجه هؤلاء جعلنا على مدار أربع أسابيع فقدنا أكثر من مئة حالة من الجرحة وأيضا من المرضى وخاصة مرضى السرطان وخاصة الأطفال الذين هم بحاجة إلى الصفر جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع من صفر هؤلاء جميعا من معبر رفح أعلنت محكمة العدل الدولية أن فلسطين أودعت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة بأثر فوري في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية بعد أقل من أسبوع الاعتراف إسبانيا وإيرلاندا والنارويج رسميا بدولة فلسطينية مأثر غضب إسرائيل دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية لضمان أحلال السلام في الشرق الأوسط الخبراء قالوا إن الاعتراف بدولة فلسطينية إقرار مهم بحق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال وأضافوا هذا شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بالكامل وقال الخبراء يظل حل دولتين الطريق الوحيد المتوافق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل كما أنه سبيل الخروج من دوامات العنف والغضب التي تتوارثها الأجيال نأمل من سلطة المياه الفلسطينية المواصلة في دعم الأبار المتمقية عدد الأبار الموجودة لدينا حوالي عشر أبار عاملة خمسة منها دخلت في التنصيق للسولار نأمل منهم الاستمرار ودعم الخمس أبار المتبقية حتى يتم إيصال المياه لكافة المواطنين في جميع الحام المدينة كذلك قام سلطة المياه بإصلاح العديد من الخطوط الرئيسية وشبكات المياه في مدينة غزة وفي الخانيونس وفي الوسطى وكذلك في الشمال الهدف من ذلك أنه توسيل المياه للحد الأدنى بهذه السكان في هذه المناطق من رمالله ينضم إلينا الكاتب والمحللة السياسية الأستاذ أنور رجب ومن تنضم إلينا الآن من واشنطن السفيرة أمل مدللي الخبيرة في الشؤون الدولية مرحبا بكما وشكرا لوجدكما معي أبدأ مع الأستاذ أنور رجب من رمالله هل بالفعل اليوم أستاذ أنور نتنياه وقع في فخ من صنع يديه كما يقول اليوم الخبراء والمحللون للوضع العام يعني منح الطرف الأمريكي صلاحية التقدم بخطة حل في نفس الوقت أعلنت الخطة ووقع في حيرة بين رفضها والضغط الداخلي لحل الائتلاف الحكومي تحية لك أخي الكريم ولضيفتك من واشنطن ولمتابعي قناتكم يعني أنا أسمح لي أن أقول أن المسألة ليس قضية فخ ولكن أيضا هامش المناورة لدى نتنياه بدأ يضيق كثيرا حوله في ظل الخلافات التي تعصف بمجلس الحرب وبحكومته وأيضا في ظل تزايد وطيرة الضغط في الشارع الإسرائيلي من قبل أهالي الأسرة أو أهالي الرهائن وأيضا الخلافات التي تعصف بشكل عام في النظام السياسي الإسرائيلي برمته نهيك عن تصاعد وطيرة التوتر في العلاقة بين الإدارة الأمريكية الحالية ونتنياه واقتلافه اليميني المتطرف إذن هذه المسألة لم تفقد أيضا حتى هذه المبادرة التي طرحها الرئيس بايدن لم تفقد نتنياه أسلوبه المراوغ والمناور والذي دائما يعتمد على الكثير من الكذب والتضليل وانتظار الفرصة لرفض كل ما تم التفاهم عليه بمعنى أن الأمن تنياه يتحدث حول أن هذه المقترحة الذي تقدم به الرئيس بايدن هناك بعض التفاصيل الغير ظاهرة به وصرح علنا بأن استعادة الرهائن لا تعني وقف إطلاق وقف الحرب وربط وقف الحرب بالقضاء على حركة حماس وهذا طبعا أمر غير واقعي وغير منطقي وهو وصفة لإطالة واستمرار عمد الحرب إلى ما لا نهاية ولكن نتنياه يراهن الآن على مرحلية الحل بمعنى أن المرحلة الأولى التي تشهد إطلاق مجموعة 33 رهينة ثم بعدها يكون أمامه فرصة للمناورة واستئناف الحرب وهو بذلك يرضي تلافه اليميني ويرضي مجلس الحرب ويحاول طمأنة الشارع الإسرائيلي ويطمئن أيضا الدارة الأمريكية رغم أن هناك موافقة مستشار نتنياه ومكتب نتنياه ومجلس الحرب أعلن بشكل واضح قبول هذه الموافقة على إعلان الرئيس بايدن الآن الكرة حسب تصريحات الإدارة الأمريكية سواء الصادرة عن جاكس وليفان أو تلك التي صادرة عن الناطق باسم مزاركة الخارجية الأمريكية بالإضافة إلى ما تحدث به الرئيس بايدن في اتصال الهاتف مع أمير قطار حول أن الكرة الآن كلها تجمع أن الكرة الآن في ملعب حركة حماس التي ما زالت حتى الآن تنظر بيجابية ولكنها لم تعطي ردا حاسما في هذا الأمر سيدا أمل مدللي نتنياهو بتصريحاته اليوم هو بالفعل يطعن ما عرضه بايدن من خطة يقول لا مكان لحماسه ولا السلطة ولا وقف حتى لإطلاق النار طبعا الاتباع هنا في واشنطن هو أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث إلى الشعب الإسرائيلي والكناسة وإلى حلفائه في التحالف الحكومي في شيء ويخبر واشنطن شيء آخر فاتفق مع الأستاذ أنور أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي يستخدم لغة مخادعة فهو يقول شيء بكل طرف هذا يبدو من التصريحات التي تصدر فهناك تناقض كبير في التصريحات التي تصدر عن نتنياهو في الداخل وعما تقول واشنطن أن هذا هو الموقف الإسرائيلي فالبيت الأبيض أكد أن الإسرائيل موافقة على هذا العرض وأن هذا هو عرض إسرائيل وفي الوقت نفسه ترى أن الإسرائيليين يقولون لا نحن لم نوافق هذا الاتفاق هذا الاقتراح هو الاقتراح جزئي ولم نكن هو كامل بشكل كامل الرئيس بايدن لم يترحه بشكل كامل والمتحدث باسم مجلس الأمن قومي اليوم قال ليس هناك أي فجوات في العلاقة بينه وفي الموقف الأمريكي والإسرائيلي ولكن إذا نظرنا إلى الموقفين الأمريكي والإسرائيلي ولا تصريحات التي تصدر من إسرائيل نرى أن الفجوات كثيرة أولا هناك فجوة حول ماذا إذا كانت تدمرت حماس أم لا إسرائيل تقول أن وقف النار لم يحدث إلا إذا تم تدمير حماس عسكريا وتدمير قدراتها على الحكم الرئيس بايدن قال في خطابه حينما قردم العارض قال إن حماس لن تستطيع الدمرات ون تستطيع بعد اليوم أن تشكل خطرا على إسرائيل مثل ما حدث في السابع من تشرين الأول الفجوة الثانية هو في موقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي حول الانسحاب من غزة الإسرائيلي قال اليوم مسؤول إسرائيلي قال اليوم إسرائيل لن تنسحب أبدا بشكل كامل من غزة ولكن الأعرض الذي قدمه الرئيس بايدن يتحدث في المرحلة الأولى عن انسحاب من غزة من المناطق المأهولة أولا ومن المرحلة الثانية من غزة الفجوة الثالثة هي قول الإسرائيليين أنهم لديهم الحق باستئناف القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى إذا شعروا أن حماس تماطر هذا ليس موجود في الاتفاق في الاتفاق يقول أن المرحلة الثانية هي تكون مرحلة لاستكمال المفوضات حول وقص دائم لوقص إطلاق النار هناك أيضا خلاف حول انتهاء الحرب هل انتهت هذه الحرب يجب أن تنتهي الآن أم لا الإسرائيليون يقولون لن تنتهي الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا بالمطلق كما يقول نتنياهو ولكن الرئيس بايدن كال هذه الحرب يجب أن تنتهي الآن فهناك الكثير من الفجوات في مواقف الطرفين ويجب أن نرى كل هذا في إطار الوضع الداخلي الإسرائيلي وأيضا في وضع الانتخاب الأمريكي إذا رد أن تحدث عن هذا الموضوع أستاذ أنور كل الفجوات التي تحدثت عنها الأستاذ أمل من واشنطن اليوم يمكن رد مهامة بين تل أبيب والإدارة الأمريكية أعتقد أنه دعنا نقول بين حكومة نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية لأن عمليا أنا أتبنى وجه النظر التي تقول أنه يجب أن نفصل بين موقف الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام من دولة إسرائيل كاكيان وبين موقفها من حكومة نتنياهو وبالتالي أن نتحدث عن الخلاف بين الإدارة الحالية وحكومة نتنياهو وهي بالمناسبة مسألة سابقة ل7 أكتوبر والخلافات التي ظهرت في سياق الحرب على قطاع غزة وهذه الفجوات أعتقد أنه ليس من السهل أن يتم ردمها بين حكومة نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية ولكن أعتقد أنه إذا بدأنا في التنفيذ حتى المرحلة الأولى قد تشكل عائق ومعيق أمام استمرار نتنياهو في تعنته وفي مراوغته لأن الأهم هنا الآن هو أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة وأنا أخشى أن نتنياهو يستطيع التملص من هذه المرة أيضا وإن كان هناك إشارات واضحة في خطاب الرئيس بايدن تحديد تهديدا مبطنا لحكومة بن يمين نتنياهو ولحركة حماس أيضا طيب عندما تقول الإدارة الأمريكية أن الكرة اليوم في ملعب حماس ثم يخرج نتنياهو وعدد من المسؤولين وحتى المسؤولين الإدارة الأمريكية بالتصريح بأنه لا مكان لحماس بعد الحرب ألا هذا يضغط على حماس بأن لا تقبل بهذه الهدنة أصلا أنا بتقديري أنه اليوم الحديث حول أنه لا مكان لحماس في اليوم التالي هو محاولة أيضا لإرضاء نتنياهو ولإكساب خطابه نوع من المصداقية لدى اتلافه اليميني المتطرف وأيضا هذا تعبير عن مدى أيضا التفاهم بين الإدارة الأمريكية وحكومة الإسرائيل أو حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطار القضايا الاستراتيجية فيما يتعلق بالحرب وأهداف هذه الحرب الخشية الآن وأنا فعلا كفلسطيني أتحدث أنه اليوم ما وصل إلينا من إيران أمر مقلق جدا وتصريحات الصادرة عن الولي الفقيه والمرشد الإيراني حول موضوع وقف اطلاق النار هذا أيضا يعطي مؤشرات مقلقة جدا بأن هناك لاعب أيضا غير أن حماس لا تلعب وحدها أن حماس لا تمتلك قرارها لوحدها وإنما هناك شركاء لها في هذا القرار وقف الحرب هو مسألة لا تنسجم مع الرؤية الإيرانية في المنطقة وبالتالي هو هذا ما نخشاه أن تبقى حماس في دائرة النفوذ الإيراني وعدم قبولها أو التهرب من استحقاقات الصفقة لا سيما وأن حماس الآن أولويتها القصوى هي مسألة اليوم التالي ودورها وحضورها كثاعل رئيسي ومؤثر أي استمرار بقاءها واستمرار سيطرتها على قطاع غزة وهذا أنا أعتقد أن أمر يجب على حماس أن تكون واقعية وتعيد النظر في مواقفها بشكل عام لأنه عمليا الآن المبادرة تحظى بدعم دولي بمعنى الاتحاد الأوروبي دولي وعربي وإقليمي والسبع والمجموعة العربية والوسطاء العرب وبالتالي رفض حماس للصفقة يعني أن حماس ما زالت خارج إطار الحاضنة العربية ومصرة على أن تكون في محور مضاد للحاضنة أو المجموعة العربية أو للمصالح العربية دعني أعود إلى الأستاذة أمل من واشنطن أستاذة أمل عدم إحراز إسرائيل اليوم أي هدف من أهدافها ألا يجعل الوضع أولا في رفح ثانيا على الحدود اللبنانية أكثر سوء خاصة مع تهديدات المسؤولين ويزيد من فرص نشوب حرب أكثر دمارا على مستوى أقليمي طبعا عدم وجود وقف لإطلاق النار لا يهدد فقط رفح يهدد الحدود اللبنانية ويهدد المنطقة بأكملها بأن هذه الحرب استمرت الآن حتى 7-8 أشهر والوضع يتعقيدا على كل المحاور في هذه سواء سياسيا أم عسكريا ولبنان يدفع ثمنا غاليا كل يوم من جراء هذا الأمر وهناك تخوف كبير من أن يدفع ثمنا أكبر خصوصا أن مسؤول أمريكي كبير الأسبوع الماضي قال في المقابلة هنا أنه حتى لو حصل إطلاق نار وقف إطلاق نار وأعلن الأمين العام لحزب الله أنه ملتزم هذا الاتفاق الأمور لن تهدأ على الجبهة للجنوب لأن إسرائيل لن تقبل بوضع الراهن الوجود الآن على حدودها وتريد تغييره بشكل شامل وكامل أستاذ أمل هي لا تقبل بالوضع الراهن ولا تملك خطة يعني لا تملك خطة بشهادة الداعم الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية التي يقول خبراء حتى الولايات المتحدة لا تملك خطة لقطع غزة بالطبع لجب أن نتذكر لماذا جانس أعطى تحذيرا لنتنياهو أو أعطاه موعدا الثامن من حزيران لأنه ليس لديه أي خطة لهذه الحرب خطة أو استراتيجية كاملة لهذه الحرب فالجميع حتى واشنطن تدمر من أن إسرائيل ليس لديها استراتيجية لليوم التالي وليس لديها استراتيجية لكيف ستتهي هذه الحرب فهناك الوضع معقد جدا ويصبح أكثر تعقيدا لأن الآن الإدارة الأمريكية في وضع محرج أيضا ليس نتنياهو فقط لأن الرئيس بايدن يريد هذه الحرب أن تنتهي بسبب الانتخابات الأمريكية التي يفصلنا عنها خمسة أشهر فقط والحملة الآن أصبحت في أوجها وخصوصا بعد صدر الحكم على الرئيس ترامب وازدياد اللغة القاسية التي يستخدمها الطرفين فالرئيس بايدن يريد وضح حد بهذا العبء السياسي عليه لكي يتفرغ لحملته الانتخابية ولكن يبدو أن نتنياهو غير معني بمساعدة الرئيس بايدن في انهاء هذه الحرب وهنا ستكون هناك مواجهة بين الطرفين إذا إسرائيل استمرت في عنادها واستمر نتنياهو في تعنته أعتقد أنه والرئيس بايدن سيصلان إلى مواجهة والسؤال هو من سيربح هذه المواجهة عادة تاريخيا كل مواجهة جرات بين نتنياهو ورئيس أمريكي يربح نتنياهو لأنه يذهب فوق رأس الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس الأمريكي وإلى مدعيمه في أمريكا ويربح هذه الحرب فأعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة توتر بين واشنطن وإسرائيل إذا لم يتم التواصل إلى وقف أطلاق النار يعيد الأمور إلى مجرها ويعطي الرئيس بايدن فرصة لكي يركز على وضعه الداخل أستاذ أنور لنفترض جدلا أن كل الأطراف اليوم وافقت على هذه الخطة التي قدمها بايدن في أثناء تنفيذ هذه الخطة على الأرض ما بين كل مرحلة من سيدير قطع غزة إذا لا حماس ولا السلطة لها دخل بحسب ما يقوله نتنياهو كيف سيقبل هذه الخطة ومن سيدير تلك المرحلة نتنياهو يقول ما يقوله أولاً لأنه عملياً حتى الآن نتنياهو لم يقدم أي رؤية واقعية أو موضوعية ولكنه ذاهب في خطته الوحيدة وهي تدمير قطاع غزة نعم سامحة وإعادة سيطرته على قطاع غزة وفرض وقائع جديدة يستخدمها نتنياهو لاحقاً في إعادة صياغة العلاقة بين دولة الاحتلال وقطاع غزة ولكن في الموضوع أولاً هناك جهات دولية فيما يتعلق بموضوع الرهائن كما كان في الهدنة السابقة وعملة التبادل السابقة في نوفمبر من العام الماضي هناك الأمم المتحدة هناك الصليب الأحمر الدولي هذه تكفل استمرار عملية التبادل أو نجاحها ولكن فيما يتعلق بالوضع الداخلي أعتقد أن الأمور ستبقى كما هي ولن يستطيع نتنياهو أن يفرض رأيه لأنه عملياً لا يطرح حلول نتنياهو هو يتحدث على سبيل المثال عن إدارة مدنية أو إدارة مدنية تابعة لجيش الاحتلال وهي مرفوضة من جيش الاحتلال نفسه ومن مجلس الحرب حتى يقف قلن تعارض هذه وخرج بخطاب علني القضايا التي يطرحها نتنياهو أو الحلول التي يطرحها نتنياهو أو الرؤى التي يطرحها لا تجد صدلها حتى داخل مجلس الحرب وداخل دولة الاحتلال إذن واقعياً إذا أردنا أن نرى الواقع نتنياهو في مرحلة إتمام الهدنة لا أعتقد أن سيكون هناك خيارات أمامه ثم المسألة الأهم أنه ليس بالضرورة أن نتنياهو يفرض رؤيته أنه لا يريد السلطة الوطنية وهذه أصلاً مسألة خلافية حتى داخل النظام السياسي الإسرائيلي وداخل مجلس الحرب فالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال هي مع تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية مع التهدئة في الضفة الغربية وكذلك الأولياء المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي يقف وحيداً أمام عودة السلطة أو تمكين السلطة هو نتنياهو اتلافه وللأسف تتقاطع محو أيضاً حماس في هذا الأمر نعم هذا وعب أنه أيضاً حماس ترفض تمكين السلطة من أداء مهامها شكراً في قطاع غزة من رمالله كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أنور رجب من واشنطن كانت معنا أسفيرة أمل مدلة لألخبيرة في الشؤون الدولية شكراً جزيلاً لكم عقد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر اجتماعاً افتراضياً بشأن جهود غزة ووفقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية فإن الوزراء الخمسة العرب أكدوا دعمهم للمقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وإنجاز صفقة التبادل وصولاً لوقف دائماً لإطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء القطاع كما أشرت الخارجية السعودية إلى أن الوزراء الخمسة العرب شددوا على ضرورة وقف العدوان على غزة وأنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها كما شددوا على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة هو سبيل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة جدد رئيس المزراء الإسرائيلي بني مين نتنياهو تأكيده على موصلة العمل لإعادة المحتجزين لدى حماس ولفت إلى إجماع مجلس الحرب على تحقيق أهداف الحرب على غزة نحن نعمل بطرق لا حصر لها لإعادة المختطفين وفكر بهم طوال الوقت من أجل عائلاتهم ومعاناتهم ولهذا السبب قطعنا شوطا طويلا من أجل إعادتهم ولكن في سياق هذا العمل حافظنا على أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حماس نحن نصر على أن نكمل ذلك إنه جزء من الخطوط العريضة وهو ليس شيئا أضفه الآن ليس لأنني تعرضت للضغوط إنما هو اتفاق أجمع عليه في حكومة الحرب انتقد وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن كفير رئيس الوزراء بني مين نتنياهو بسبب عدم إطلاع الائتلاف الحكومي على مسودة صفقة التبادل وأضاف بن كفير أنه لا يبقى في حكومة لا تعمل من أجل هدف القضاء على حماس أقول لين نتنياهو ما الذي تخفيه؟ هل تسعى لتبييد صفقة غزة؟ الخطوط العريضة التي تم تقديمها كانت عبارة عن صفقة غير شرعية لقد وعدنا رئيس الوزراء برؤية مسودة الصفقة ثم رفض مكتبه تسليمها مرتين لماذا يرفضون؟ يجب أن أرى المسودة هناك سبب لإخفائها لأنها بالطبع تتجاوز خطوطنا الحمراء لن أبقى في حكومة لا تعمل من أجل القضاء على حماس بدوره وزير المالي الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش هدد بالاستقالة من الحكومة إذ نفذت اقتراح بايدن بشأن غزة الأشهر القليلة الماضية أثبتت أن السبيل الوحيد هو استسلام حماس والاقتراح الخطير الذي تحدث عنه الرئيس بايدن قدمته حكومة الحرب دون سلطة وضد القانون وإذا نفذت الحكومة الخطة لن نكون جزءا منها وقلت لرئيس الوزراء سنقف إلى جانبكم للقرار والنصر لكننا سنقف ضدكم بكل ما أوتينا من قوة إذا اخترتم الاستسلام والهزيمة خلفا لشريف إسماعيل تولى مصطفى مدبولي قيادة الحكومة المصرية في الرابع عشر من يونيو عام 2018 وقبل أن تتم عامها الخامس بعشرة أيام قدمت استقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا وللمرة الثانية كلف مدبولي بتشكيل حكومة كفاءات جديدة من ذوي الخبرات في أولوية المهام التي وضعها الرئيس السيسي الحفاظ على أمن مصر القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية سيكون أمام الحكومة المصرية المنتظرة مهام صعبة من أبرزها مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تخوض الدولة المصرية مسارا عسيرا للنفاذ منها بالإضافة إلى التوتر في المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة قرب حدود مصر الشمالية الشرقية وليس انتهاءا بالحرب في السودان وأحداث البحر الأحمر كما أنه ضمن أولويات حكومة مدبولي الجديدة المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي بدوره انخفض دخل الفرد القومي في مصر وارتفعت الأسعار يرى خبراء اقتصاد أن ضمن أولوية الحكومة المطروحة لمعالجة ملف التمكين الاقتصادي للفقراء وتحويلهم من مستهلكين إلى طقات انتاجية بتدريب دعم المشروعات منها الاقتصادية الصغيرة وقبل استقالته وإعادة توليه كان مدبولي أعلن نية الحكومة خفض دعم الكهرباء والمنتجات البترولية خلال الأشهر القليل القادمة وهو أمر يستوجب معالجة حقيقية وعادلة وفق الخبراء يرى الخبراء أن على الحكومة إعطاء فرصة أكبر للقطع الخاص إذ أرادت النجاح وهذا ما نجده في تحركات حكومة مدبولي السابقة في عامها الأخير على الأقل إذ أظهر بيان الموازنة الجديدة أن مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار سياسيا يرى الخبراء بقاء أو تغيير مصطفى مدبولي لا يغير شيء في توجهات الدولة نظرا لأن دور رئيس الحكومة في مصر ظل دورا تنفيذيا ترجمة نانسي قنقر من القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث تامر نصرة تامر مرحبا بك في البداية نود أن نستفسر من حضرتك عن أصداء استقالة الحكومة لدى الرأي العام بطبيعة الحال الرأي العام في مصر منقسم حول استقالة هذه الحكومة فمنهم مثلا الحزبيين والسياسيين وأعضاء البرلمان وجهوا الشكر للحكومة واستبشروا خيرا بهذا التغيير وكانت أغلب الأحاديث التي أدلوا بها إلى وسائل الإعلام إيجابية لهذه الناحية على الجانب الآخر هناك بعض من الكتاب الصحفيين الذين تحفظوا على مسألة هل يكون التغيير القادم مجرد تغيير في الوجوه أم أنه سينعطف أو سيتمحور حول تغيير سياسات ولكن في جل الردود الأفعال التي تخرج من الشارع حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نرصدها نجد أن هناك نوع من التحفظ من قبل المواطنين حول التغييرات لأن هذا قد لا يؤدي إلى إنعكاس في تغير السياسة خاصة السياسة الاقتصادية المصريون رأوا أن آخر الأعمال التي قامت بها حكومة مدبولي المستقيلة قبل أن تتحول الآن إلى حكومة تسيير أعمال هي كانت تتعلق بملف الدعم وملف شائك كلاسيكيا في مصر والآن قطعت فيه الحكومة المصرية شوطا كبيرا لناحية تغيير أسعار رغيف العيش المواطن المصري أيضا يترقب أن ينعطف هذا أيضا على أسعار الطاقة خاصة المحروقات على السولار بطبيعة الحال والذي تعهدت حكومة مدبولي منذ نحو أسبوع أو أكثر بأنها ستواصل دعم السولار وهو الوقود الذي يستخدم في وسائل النقل وغيرها وذلك حرصا على عدم رفع الأسعار وكذلك بالنسبة لأسعار الكهرباء إذن هناك تحديات أخرى أمام هذه الحكومة على سبيل المثال تتمثل في كبح جماح التضخم وهذا أمر لن يكون سهل خاصة مع التكلفات التي تتعلق بجذب الاستثمارات وتنمية دور القطاع الخاص مما يؤدي إلى نوع من السياسة التوسعية بلغة الاقتصاديين وفي هذه الحالة من المنتظر أن يؤدي هذا إلى توظيف ولكن أيضا إلى تضخم إذا نجحت بالفعل حكومة مدبولي في هذه التكلفات تكلفات أخرى أنت تتفضلت بها يا مبروك قام بها الرئيس عبد الفاتح سيسي أو قدمها أو وجهها إلى الدكتور مصافة مدبولي تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي ولكن هنا أشير إلى أن غالبية أو الوزرات السيادية تحديدا الخارجية والعدل ومن قبلهم الداخلية والدفاع تتم هذه الاختيارات بواسطة رئيس الجمهورية ذات نفسه أو بنفسه خاصة أن هذا منصوص عليه في الدستور في المادة 146 إذا لم أكن مخطئا ولكن بطبيعة الحال هناك التكلفات الأخرى الخاصة ببناء المواطن المصري والملفات التي تتعلق بالصحة والتعليم وغيرها بعض الملفات الخاصة بالصحة تلقت إشهادات حقيقية من الجميع من خلال السنوات السابقة والقضاء على فيروسي وغيرها من المبادرة الصحية بينما تظل مشكلات أخرى تتعلق بالتعليم وغيرها برصة الترشيحات منفاتحة جدا والتكهنات كثيرة جدا ولكن هذا ما اعتدنا عليه كل مرة خلال فترة تغيير الحكومات ثامر إذا ما عدنا لمسألة الحكومة الجديدة أي تسريبات حول التغييرات في مناصب الوزارات الأسماء الجديدة المطروحة الأسماء التي ستخرج أيضا دكتور مدبولي يناظر الآن الكثير من الأسماء المرشحة ويجلس معهم على مدار الفترة الماضية كنا نتوقع هذه الخطوة منذ أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية في أوائل الشهر الماضي في أوائل إبريل عفوا ولكن هذا الأمر أخذ بعض الوقت وبالتالي الدكتور مدبولي من المنتظر أن يناقش أو يكلف عددا من أصحاب الكفاءات تبقى للتوجيهات وبالتالي يقدم ترشيحه للرئيس ومن بعده للبرلمان المصري لأخذ الموافقة خلال فترة 30 يوم وكما ذكرت لك في هذه الفترة بالبات تكثر التكهنات بصورة كبيرة ربما يذكر البعض مثلا أثناء انتقاداته وجهت إلى وزراء معينين ولكن في نفس الوقت جميع السياسات التي قامت بتنفيذها الحكومة كانت تصب تقريبا في نفس الاتجاه الخاص بالتوجه المصري نحو الاقتصاد الحر والنمو الاقتصادي وغيره شكرا من القاهرة مراسل الحدث التامر نصرت على كل هذه الإضاحات أظهر بيان تمهدي للموازنة في مصر وافق عليه البرلمان أن الدولة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 والتي تبدأ في الأول من يوليو كما أظهر البيان أن مصر تهدف الاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19% و25% في السنة نفسها وكان البنك المركزي المصري أعلن أنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل العام بقيمة 500 مليون و600 ألف دولار من القاهرة ينضم إلينا مصباح قطب مستشار الاقتصاد بجريدة المصري اليوم أستاذ مصباح مرحبا بك شكرا لوجودك معنا استقالت الحكومة يعني إذ ما عملنا اليوم كشف حساب للحكومة لتقييم أدائها من حيث أوجه القصور والنجاح يعني بداية بس عايزة أقول عنوان عريض كده أنه هناك ما يغري بالقول لأنه حيب ألا جديد مع الدكتور مصطفى مدبولي وكمان حتى يعزز ذلك أنه تم اليوم يمكن زي ما لمحت حضرتك الموافقة على الموازنة مشروع الموازنة والخطة بتاع 24-25 يعني على الأقل قدامنا سنوي كده مضمون أنه مفرومش تغيير في الأداء والتراجعات والبرامج الحكومية فضلا عامة أو شيء إليه في التقرير من أنه يعبعا بحكم الدستور والتقاليد في مصر أنه رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية والوزارات السيادية وكذا معه ولكن أنا من ناحية المبدأ أظن أن هناك ضرورات موضوعية ستفرد نفسها على الحكومة الجديدة يعني بالضرورة وزي ما قلنا أنه في وقت من الأوقات بنقول يعني الدكتور مصطفى مدبولي مهندس وده كان وقت البنية التحتية وكذا ودلوقتي عايزين حد اقتصادي أنا أظن أننا سنكون بصدد يعني عفوا في التعبير لا أقصد به إلا خير يعني مصطفى مدبولي بلس أو المهندس بلس حيبقى في تغيير يعني في تقدير يعني في الحقائب الاقتصادية وفي توجهات المجموعة الاقتصادية في الفترة الجاية أنا أقول بالحتم والضرورة يعني وبالتالي يعني حنقل بقى إلى إنجازات وإخفاقات الدكتور مدبولي من المؤكد أن شخصية تريس الوزراء يعني كمعمائي من طراز رفيع وله تتركز معظم إنجازاته كحكومة في هذا المضمار الحياة في إقامة المدن الجديدة أتفق معك أستاذ مصباح أنت قلت مدبولي بلس بحسب وصفك يتجه نحو الاقتصاد أكثر لكن هذا داخليا ولكن هناك مشاكل أخرى الحرب على غزة الأمن القومي المصري البحر الأحمر يعني أتعتقد أن الأولوية للاقتصاد أكثر لهذه الحكومة حتى مع كل هذه التطورات هو الأولوية نعم الأولوية للاقتصاد تأتي أساسا من وجود مثل تلك التحديات ويمكن الحقيقة السيد الرئيس على تويتر كان كسف أوي التكليف المواجه للحكومة اللي هو إحداث التطوير المنشود ومواجهة التحديات عشان كده بقول أنه من الضروري أن يكون هناك فيه تعزيز للمنيان الاقتصادي الاجتماعي في الفترة اللي جاية من أجل أن يعني زيادة خدرة الدولة على موجة هذه التحديات العصيب ليس من المنطقي ولا المعقول أنك تدعو المواطنين إلى أن يكونوا صفا واحد وأن يقدر الظروف التي تمر بلادهم دون أن يروا خطوات حكومية لا تحتاج بالضرورة إلى تمويل وزيادة عجز الموازنة العامة ولكن لإصلاح أوضعهم وعشان كده أنا بقول قدام الدكتور المدبولي وحكمته مهمتين أساسيتين المهمة الأولى هي وأنا بقول دون الحاجة إلى تمويلات كبيرة أنه تغيير كامل في منظومة الرقابة على الأسواق في مصر ومنظومة قياس التكاليف وهوامش الأرباح وكذا لأن الحكاية دي فيها الحقيقة يعني أداء لا يمكن أن يستمر فيه درجة كبيرة جدا من العقم والضعف والتراهل إلى آخر وبالتالي ده ممكن يوفر جدا في التكاليف الخدمات والسلع على المواطنين وإلغاء بقى الوساطات والحالات اللي ملاس لازمة حتى في المؤسسات الحكومية واحدة بتدي الوحدة الوحدة والآخر تدي القطاع الخاص وده بيزود تكاليفة فبالتالي بإجراءات هكذا ممكن الحد من وفي نفس الوقت نبقى موضوعيين مدبولي لن يستطيع كبح التدخم في الفترة اللي جاية لأن الاتفاق مع صندوق النهد الدولي يوجب أنك ترفع أسعار سلع وخدمات وتحد من الانفاق العام وتزود الإرادات في نفس الوقت فرصة أقول يعني عمل إصلاحات تجعل حياة الناس أفضل يعني أو أقل الأعباء أقل من خلال إصلاحات لا تحتاج إلى تملات دي المهمة الأولى المهمة التانية والأساسية جدا من وجهة نظري أن يعطي إشارات على بدء كسر يعني ما أسميه دورة شريرة التي تمر بها مصر منذ منتصف التمانينات إيه هي الدورة الشريرة تيجي يعني إيه بيزيد عجز الموازنة تحت ضغوط مجتمعية وسياسية وبعدين بيزيد الميزان التجاي فبيزيد الدين فتبدأ العملة الوطنية تنزل شوية فشوية بضربات على الدولار والدنيا تشتعل وكذا فنقول طب صندوق النهد الدولي ييجي صندوق النهد الدولي ونعمل اتفاق بحكم طبيعته عشان إصلاحاته مالية والنقدية يبقوا ييجي أموال ساخنة وكذا ونسلح سعر الصرف والفايدة وكذا نقعد لنا سنة سنة ونصة كده معقولين ثم سنة اهتزاز ثم حب تنفجر الأزمة مرة أخر الحقيقة شيء مؤسف جدا أن يتكرر هذا السيناريو كل هذه الحقبة دون أن أنا عارف زي ما قال صديق لينا مفكر كده الحريقة يعني أتفضل بس دي المهمة التانية الأساسية أن يكون هناك سياسات أخرى وأنا أعلم زي ما بتقال أنه صحيح مصر التغيير فيها بيبقى كونك تعمل يوتيرن بترل زي ما قال صديق لينا غير ما تبقى بعربية صغيرة فإنك تحرق يعني تريد تعمل يوتيرن في السياسات الاقتصادية والاجتماعية صعبة لكن لها حتمية زي ما قلت سأعود وأسألك عن هذه القرارات الصعبة لكن عندما تحدث أنت عن مسألة الموازنة وهنا نتحدث عن مجلس النواب الذي وافق على الموازنة النهائية والسؤال لماذا لم ينتظر الحكومة الجديدة لربما تأتي بخطة أخرى هو سؤال الحقيقة مهم جدا وأنا أمكن قلت لحضرتك أنها صدفة غريبة أنه في نفس اليوم تقديم استقالة الحكومة وتكلفة كان وده يؤشر على أنه في بعض الأمور حتى يعني بمؤكد ستظل على ما هي عليه لكن أنا أقول لحضرتك أنه بالضرورة لا بد أن تحدث تغييرات في المجال الاقتصادي الاجتماعي في الفترة اللي جاية رغم أنه يستطيع رئيش الحكومة يعني الجديد يعني الدكتور مصطفى نيول والله البولامان وافق وأنا حمشي على ما وافقتم عليه لكن أنا أقول حيبقى فيه اضطرار إلى عمل إصلاحات ذات طبع مختلف شوية فيها تعزيز طبعا للبنية الإنتاجية والخدمية في مصر وفي نفس الوقت قدامه يعني من حسن حظه على فكرة أنه أدير حوارات واسعة جدا في مصر في العامين الماضيين رغم ضيق أفق الساحات الحوار في مصر شوية في الفترة الماضية لكن كانت حوارات فعالة شفنا المطامر الاقتصادي وشفنا الحوار الوطني شفنا فيه سانك تانكس مصرية زي معهد التخطيط القومي والمركز المصر الدراسات الاقتصادية ومركز معلومات مجلس الوزراء وفي ندوات أخرى وحلقات قدمت فيه أفكار غاية في الأهمية الدكتور مدبولي كان لديه طرف ربما والحكومة أنهم يتجاهلوا ده في الفترة الماضية ولكن أنا أقول لا يمكن أن يتجاهل ده في الفترة اللي جاية وبصفة خاصة زي ما قلت في كاسر الدورة الشرية وعمل إصلاحات مؤسسية داخل حتى مبنى مجلس الوزراء نفسه نحن عندنا 35 أو 36 وزارة وده كلام بجد لا يمكن قبوله عندنا مركزية مفرطة للغاية لا يمكن قبولها ولا تبرئة حتى وبتضعف جدا الأداء الاقتصادي للدولة فضلا عن أداء في المحاور المختلفة فدي الفكرة رغم أنه أقول أنه يوفق على الخطة والموازنة لكن في ظنني أنه سيكون هناك برضو فيما تعلق بدور القطاع الخاص برضو أنا أعتقد أن الحكومة رغم تعهداتها بأنها ترفع نسبة مساهمته في الاستثمارات وحطت قيد على سقف الاستثمارات العامة لكن أيضا بحكم الضرورة سيتزايد دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة طيب مسألة الالتفاف بالقرارات للدكتور مدبولي التي تحدث عنها المؤلمة ولكنها مفيدة ما هي تلك القرارات أول حاجة في مصر برضو افتقدنا شوية الحقيقة فكرة يعني الأقوال مع الأفعال أول حاجة تبدو القصة بسيطة بس لابد من الاتساق ما يقال هو ما يتم تنفيذه على أرض الواقع على سبيل المثال يعني هو مثال خفيف شوية بس مفيد أننا طول الوقت نتكلم على المدن الزكية والصور الرابعة والعصر الرقمي وكذا أنا أظن أن القصة دي فيها خلل شديد جدا في مصر وعدم استفادة غير مبرر من التطور الكبير جدا في تكنولوجيا المعلومات في حاجات مختلفة يعني فلابد يبقى نغير الدفع في هذا المجال عشان يعني خدمة لمصر وللحكومة وللمجتمع معا الحاجة التانية أنه لابد أنك تقول للناس أننا لن نسيطر على التدخم في الفترة المقبلة ولا أكاد يعني أكاد أقول أننا يعني شايف أنه من ناحية الفعلية البنك المركزي بينص قانونه وعلى أنه مكافحة التدخم يعني السيطرة على الأسعار في المنى المتوسط أو مواجهة التدخم هي مهمته الأساسية أنا شايف أنه البنك المركزي والحكومة معا يكاداني يهتماني بسعر الصرف أكتر من إتمامهم بكافحة التدخم لأنه زي ما قلت في حاجات قدرية شوية بحكم الاتفاق مع صندوق النادي الدولي فأصدوا اللي يابد أن تصارح الناس بأنه والأسعار اللي حيحصل على فكرة انخفاض التدخم اللي وشيري ليه في التقيير هيجي مما يسمى أسعر القياس أو أسعر المقارنة على العام المرتفع أنت سعيدا كنت 35% لما تقيس الجديد على رقم كبير فيبني أنك انت نزلت شوية لكن سيظل المستوى العام للأسعار كابس أو ضغط على المواطنين لازم تصارحهم والنقطة الصعبة برضو على الحكومة وعلى المجتمع أنا يعني بتدعي أنه بصوحة ليس هناك قدر كافي من عدالة توزيع الأعباء على المواطنين وحد مثل بسيط أوي بس شديد الدلالة الحقيقة البولمان وأنا بشوف وسائقه كلها بقى له ثلاث سنين يقول يا حكومة لو سمحته فيه مخالفات جمدة جدا فيه موضوع الانتزام بالحد الأقصى للأجوز داخل أجهزة الموازنة العامة ومن فضلك رشدوه ودونا بيان بالإيه والاستعيد من اللي خادوا فلوس بالزيادة رغم أنه دي حاجة يفترض الحقيقة من أساسيات وبديهيات الأداء العمل في السلطة التنفيذية لكن هذا لم يحدث حتى الآن دي أنا بديك مثل بسيط قوي على أنه فيه حاجات لازم تؤخذ يعني في الاعتبار النقطة بس الأخيرة فيما يتعلق بموضوع المجتمع أنا بأظن أنه لا يزال هناك ما يجب عمله يعني بين من الحكومة تجاه المواطنين للموضوع اللي احنا بنسميه كده التمكين الاقتصادي هناك رغبة قوية جدا عند المصريين في التقدم والتطور السخصي يعني عشان بيوتهم وأسرهم ويوجهوا ويتقدموا وما بين الكوابح المحطوطة من البيروقراطية الرهيبة والبيروقراطية لا يستطيع حتى حد أن يقترب منها حتى هذه اللحظة الحية وأنا ظن أيضا أن الدكتور المدبولي لازم يصرح الناس ويشركهم معه في الضغط على هذه البيروقراطية لكي تتجاوب مع متطلبات العص ومتطلبات نهضة وسلامة مصر الإقصادية والاجتماعية طيب أستاذ بصبح في أقل من دقيقة لو سمحت ما هي أفضل طريقة للتعامل مع التدخم في مصر اليوم طبعا نقول موضوع للقابة وده موضوع مهم الوساطات المتعددة لكن من وجهة نظر الشخصية مرضو إجراء واحد لكنه يقدر يعمل فاق كبير جدا في مصر ما يسمى وضع تحطها في قانون تحطها في قرارة من مجلس الوزراء تعمل لها آلية بأي شكل هو أنك أنت تعمل حاجة اسمها التكلفة المعيارية للسلع والخدمات سواء اللي بتقدمها الحكومة أو دلوقتي الحقيقة حتى الناس بتبقى مزهولة بروح أطلع ورقة حكومية رسمية أدفع ألف جنيه مثلا وهي فعلا تكلفتها لأنها كانت خدمة مجانية زمان ده موضوع تاني يعني تكلفتها الحقيقية تبقى مثلا 20-30 جنيه على الحكومة فأصده الضبط التكاليف المعيارية للسلع والخدمات الخاصة والعامة المستوعدة والداخلية هذا ممكن يعمل فأي شكرا جزيرة لك دكتور مصباح قطب مستشار الاقتصاد بجريدة المصري اليوم شكرا جزيرة لك على كل هذه الإضاحات إذن مشاهدين نتوقف فقط مع هذا العاجل عن الهلال الأحمر المصري دخول 200 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد توقف أربعة أيام أظهرت استطلاعات للرأي للناخبين في ولاية فرجينيا تقارب الأرقام بين الرئيس الحليجو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب إلى هنا يبدو أن سيطرة الرئيس بايدن على فيرجينيا تتراجع مما يثير مشكلة للديمقراطيين الذين شعروا بالثقة بشأن مكانتهم في الولاية بعد فوزهم في كل انتخابات رئاسية هناك منذ الرئيس السابق أوباما عام 2008 استطلع نجرته كلية رونك أظهر أن بايدن والرئيس السابق ترامب تعادل وجهاً لوجهه في فيرجينيا بنسبة 42% لكل منهما الأمر الذي يعد تحولاً كبيراً مقارنةً بعام 2020 عندما فاز بايدن بالولاية بسهولة نسبياً وبالتالي سيكون الديمقراطيون مشغلون هذا الخريف في فيرجينيا الولاية التي لا يستطيع بايدن تحمل خسرتها محللون للانتخابات اعتبر أنه إذا كانت فيرجينيا قادرة على المنافسة في الخريف فهذا علامة سيئة للغاية بالنسبة لبايدن لأن فيرجينيا أكثر ديمقراطية من العديد من الولايات المتأرجحة ومع ذلك فأن بعض الجمهوريين يعربون عن شكوكهم ويشيرون إلى أن ترامب فاز بأقل من 44% من الأصوات في فيرجينيا عام 2020 وأكثر بقليل من 44% عام 2016 مما يشير إلى سقف لدعمهم الديمقراطيون من جهة أخرى يدركون قيمة هذه الأرقام لذلك افتتحت حملة الرئيس في شهر مايو مكتباً لها في الولاية ولكن مع وجود التاريخ إلى جانبهم فأن الديمقراطيين متفائلون بأن معقلهم في فيرجينيا في الدورات القليلة الماضية سيبقى في نوفمبر دائماً تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها وزوروا موقعنا الالكتروني الحدث دوت نت نلتقي على رأس الساعة نحن في أزمة حقيقية في ليبيا هم لا يريدون انتخابات لا يريدون للشعب الليبي أن ينتقب رئيس هل يستطيع فرقاء البشهد في ليبيا الاتفاق دون وصيد جمود سياسي وفشل في لمي شمل الفرقاء الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح حل للأزمة السياسية لا يبدو قريباً على الإطلاق هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع هل فوجهت باستقالة باتيلة أم كان هذا الأمر متوقعاً؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفجل الأول هو مسؤولية الأطلاق الليبية لماذا يفشل الجميع في حال الملف الليبي؟ ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصدقية نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وكصصكم ونسأل ونبحث ونتحرّ لأننا نسعى دائماً لرصد الحداد أعرف الأخبار وتابع الحداد نتيجة الإضطهاد والصراعات والعنف أكثر من مئة وثمانية ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم في أكثر من مئة وخمس وثلاثين دولة هربوا باحثين عن المأوى عن الغذاء والرعاية الطبية فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء فالسلوشن لتزايد هذه المنطقة المنطقة ليس المنطقة المنطقة إنها المنطقة المنطقة كيف نحن نعيش؟ كيف نحن نعيش؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تدفع ثمن كل ذلك نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما يمتغي قوله أو تصويره بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامها فمبدأ التوازن هو النعياء والمصادر الموفوقة هي المرجع اشتركوا في القناة وحماس حول إعلان بايدن يمكن حلها وبيان عربي يدعو للتعامل مع المقترح السيسي يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي ومجلس النواب يوافق على الموازنة إخلاء آخر مستشفى بالفاشر بعد تعرضه للقصف والدعم السريع يعلن عن وصول تعزيزات كبيرة إلى محاور ولاية سنار من جديد مواجهات في الزاوية الليبية بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة بعد توقيف قائد فصيل المسلح المغرب يضبط أكثر من ثمانية عشر طن من المخدرات الجنوبية در البيضاء ويلقي القبض على خمسة أشخاص أهلا بكم من جديد أعلنت قوات الدعم السريع وصول تعزيزات كبيرة لقواتها في محاور ولاية سنار جنوبي شرق السودان قال متحدث باسم قوات الدعم السريع في تسجيل مصور على منصة تيلجرام القوة الموجودة هي قوة ضاربة ستكون سدا منيعا لتحقيق النصر حسب تعبيره أكدت صحيفة محلية في دارفور أن إدارة المستشفى الجنوبي وهو الوحيد العامل في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أخلت من الجرح والمرضى بعد تعرضه للقصف نقلت الصحيفة عن إحدى العاملات بالمستشفى قولها إنه تم إخلاء المستشفى بعد تعرضه للرصاص الطائش القصف المدفعي بصورة مكثفة أشارت لأن المرضى والجرحة نقلوا إلى مراكز صحية وبعض الأماكن الآمنة جنوب المدينة شهدت الفاشر اشتباكات بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه وقوات الدعم السريع خلفت قتلى وجرحة بحسب الصحيفة نفى وزير الصحة بشمال دارفور إبراهيم عبد الله إخلاء المستشفى الجنوبي من الجرحة رغم تعرضه للقصف المتكرر من قبل قوات الدعم السريع يبدو أن تدعيات حرب السودان على أطفالها لم تتوقف عند حد احتلال مدارسهم وتضيع عامهم الدراسي فقد تفاجأ طلاب من مرحلة التأسيسية بورود سؤال في امتحان اللغة العربية يطلب منهم كتابة موضوع إنشاء يحث التلاميذ على الوقوف مع الجيش فيما سمي معركة الكرامة ضد أعداء الوطن قد أثار موضوع الإنشاء هذا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسم الرواد بين مؤيد رأى فيه تشجيعا على حب الوطن وبين رافض اعتبره محاولة لغسل أدمغة الأطفال وتسييس المناهج التعليمية هكذا قرعت السفارة السودانية في جنوب السودان الجرسة إذانا ببدء امتحانات المرحلة الإعدادية السودانية 38 تلميذة وتلميذة هم أول دفعة تجلس استعدادا لهذه الامتحانات في مدرسة الأحلام في جبا سعدتنا حقيقة انتوجت اليوم بجلوس أبنانا وولادنا طلاب مدرسة الأحلام الابتدائية للشهادة وحقيقة ان مركزنا يمكن يضم حوالي 38 طالب وطالبة هم الآن داخل حجرة الامتحان حقيقة وكما تجاوز حاولاء التلاميذ والتلميذات أقبات الحرب وتأثيراتها سيتجاوزون بلا شك قاعات الامتحانات هذه حيث لا يزال البعض من هم يعمل بالأودة إلى السودان امتحانا الليلة امتحانا التربة إسلامية وتربة مسيحية وكان امتحانا الليلة سمح شديد وبمناسبة كانت سمحة الله امتحان كان كويس ونشكر دولة جنوب السودان نشكر السفير لأنه وفروا لنا الامتحانات ووفروا لنا المدرسة والتعليم في ظروف الحرب دي وإن شاء الله نرجع لبلدنا من جديد الظروف التي يمر بها السودان لم تمنع عجلات التعليم على الاستمرار حتى خارج حدوده فجنوب السودان الذي يستضيف الآلاف من السودانيين يفته أبواب مدارسه ليس للتعليم فحسب بل للامتحانات أيضا تم الامتحان من ولاية نهر النيل الدامر عبر إدارة الامتحانات وتم توزيع الامتحان على الجاليات السودانية في كل الدول الخارجية ومنها مدرسة الأحلام العالمية الخاصة بمدينة جوبا جمهورية جنوب السودان إذن رقم التحديات التي يمر بها السودان يستمر السودانيون على تجاوزها حتى وإن كانوا خارج السودان رقم الحرب في السودان والأوضاع الصعبة التي يشهدها جنوب السودان سودانيون تقدموا لامتحانات المرحلة الإعدادية في إشارة إلى أن الحرب لا يمكن أن تقف في وجه التالي بيورشيرلو الحدث جوبا جنوب السودان دعا وفد التفاوض لقوات الدعم السريع إلى توحيد المبادرات المطروحة لتحقيق السلام في السودان جاء ذلك خلال اللقاء مع لجنة الاتحاد الافريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وعبر بيان لقوات الدعم عن استعدادها الكامل للتعاون والتنسيق من أجل إيصال المساعدات إلى جميع المتأثرين في السودان وحمل وفد الدعم السريع مسؤولية التصعيد في الفشل الحركات المسلحة التي قال إنها خرجت عن الحياد وانضمت إلى الجيش وسعت لتنفيذ مخطط النظام القديم لتحويل الحرب إلى صراع أهلي في دارفور من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ عثمان مرغاني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية كيف للسودان التعامل مع ملف المستشفيات وإخلائها أخيرا المستشفى الذي أخلي جنبي الفاشر بسبب تعرضه لقصف عنيف هذا أكثر وجوه هذه الحرب دموية وخروج على الإنسانية لأن المستشفيات توقفت منذ فترة طويلة من بدايات الحرب في معظم المناطق التي تأثرت بالحرب خاصة ولاية الخرطوم على اتساعها تعمل فيها ثلاثة وأربع مستشفيات فقط بأدنى قدرة للعمل عدد قليل من الكوادر الطبية لا تتوفر الأجهزة لا تتوفر المعدات لا تتوفر الأدوية الوضع الآن أسوأ من ذلك كثير في دارفور بالتأكيد مدينة دارفور التي تستضيف أعداد كبيرة من النازحين إليها تحتاج إلى هذه الخدمات الطبية خاصة مع تعرضها المستمر للقصف طوال الأسابيع الماضية والآن تنحسر فيها ويتم تجفيف المستشفيات بصورة تدريجية خاصة المستشفيات المتخصصة على سبيل المثال التي تقدم الخدمات لمرضى الكولة وغيرها كل هذه المستشفيات الآن تتعطل بصورة تدريجية وهذا يعني عمليا أن الأوضاع الإنسانية ستصل مرحلة الصفر بمعنى أنه لن يكون بعد ذلك بالإمكان التعامل مع أي مريض أو مع أي جريح ويصبح الوضع الإنساني في أسوأ حالاته كما يحدث الآن في دارفور وللأسف شديد القصف يستهدف هذه المستشفيات يعني هي ليست مجرد مباني ومقار تقع في مرمى النيران بصورة ربما عشوائية لكنها تستهدف بصورة متعمدة وهذا يعني عمليا قتل المواطنين مرتين قتلهم في بيوتهم وقتلهم عندما يلجوا إلى مثل هذه المستشفيات في محاولة للوصول إلى مراكز العلاج طيب في نفس الوقت مسألة التحشيدات في سنار هذا نتحدث ميذانيا الآن هذا يعني أن الحرب لازالت مستمرة وتنتقل بشكل أكثر وموسع لتشمل كل المدن السودانية ولاية السنار أصلا من الناحية الشمالية المتاخمة لولاية الجزيرة كانت دخلت فيها قوات الدعم السريع في وقت مبكر في شهر يناير الماضي وتمددت في بعض المناطق في غرب سنار في مصنع السكر وبعض المناطق في شرق سنار وخلال الفترة الماضية كانت تدور عمليات بين الجيش السوداني وبين هذه القوات خاصة الموجودة في مصنع السكر وظلت قوات الجيش السوداني تحاول دفع هذه القوات قوات الدعم السريع إلى خارج مدينة السنار ثم بعد ذلك محاولة الوصول إلى مدينة ود مدني من محور سنار لكن الآن إذا سبت فعلا أن هناك تحشيد إضافي من جانب قوات الدعم السريع في هذه المنطقة فهذا يعني عمليا محاولة أو ربما تخطيط وتفكير في الهجوم على سنار وذلك يزيد من اتساع الميدان المعركة سيدخل ولاية سنار في خارطة المناطق المتأثرة بالنزاع وهذا يعني رحلة نزوح جديدة ربما للمواطنين الذين قد يتأثروا بعمليات عسكرية تدور في هذا المكان لكن في كل الأحوال أعتقد أن هناك صعوبات عملية أن تتبدد قوات الدعم السريع إلى سنار لأن هناك جيش كبير متمركز في هذه المنطقة الذين انسحبوا من مدني والذين أصلا كانوا في سنار فهناك ترتيبات من جانب القوات المسلحة كبيرة في هذه المنطقة أعتقد أن الأمر سيكون كله في سياق ربما الحرب النفسية أو في سياق الخدعة التكتيكية وذلك بحجد قوات في مكان ثم مهاجمت مكان آخر غير موضوع في الاعتبار يعني أنا أعتقد أن التلميح بالهجوم على سنار هو ربما يكون محاولة للهجوم على منطقة أخرى لكن بتشتيت النظر إلى منطقة سنار ومباغتة بعض المناطق الأخرى بعيدة من سنار ربما يكون ذلك لأن الوضع في سنار أنا أعتقد من الصعوبة بمكان افتراض أن تحدث هجمات من جانب قوات الدعم السريع في ظل وجود قوات كبيرة من جانب الجيش السوداني تحاول أن تستعيد مدينة مدني قولات الجزيرة طيب وهنا نسأل عن دور القوى الوطنية السودانية تقدم في الوقت الذي تستسع فيه رقعة الحرب في السودان أين هي دورها الآن؟ يعني هذا هو السؤال نعتقد الرئيسي الذي واجه السودان كله الآن لأن الحرب هذه بعد 14 شهرا من بدايتها ثبت تماما أن الأطراف العسكرية غير قادرة على إنهاء هذه الحرب لا بالسبل العسكرية ولا بالسبل التسوية السياسية السلمية فإذن يجب على المجموع السياسي السوداني كل أطياف الزابة السودانية والمكونات السودانية والمجتمعية أيضا أن تتضافر لإخراج السودان مما هي فيه وأنا أعتقد أن هذه الحرب الآن رهينة بهذه القوى السياسية بمعنى أنها ليست في كنف الأطراف العسكرية بل القرار سيصدر من القوى المدنية السياسية إذا استطعت هذه القوى المدنية السياسية أن تتحرك أولا أن تأتلف كلمتها على صعيد واحد وتضع أولوية القصوى لإنهاء هذه الحرب أنا أعتقد سيكون ذلك بداية الخروج من هذا النفق وهناك فرصة كبيرة الآن متاحة بالمؤتمر الذي دعت إليه مصر والذي يفترض أن يعقد في نهاية هذا الشهر هذه ستكون فرصة سانحة للقوى السياسية السودانية إذا قامت بما عليها من عمل دون أن تنتظر أن تقدم لها المبادرات من أطراف أخرى لأنه للأسف دائما هناك حديث أن تأتي الحلول وهنا نسأل على ماذا توقف نجاح مصر في التوفيق اليوم ما بين القوى السودانية مصر تقريبا نجحت لأن الآن كل القوى وافقت على الحضور إلى هذا المؤتمر هذا يعني نصر مبكر بمعنى أنه تحقق الشرط الأول هو حضور هذه القوى السياسية إلى القاهرة وتأكد معلومات التي لدينا الآن تأكد وصول هذه القوى إذن الخطوة الأولى تمت يبقى الخطوة الثانية هي أن تصل هذه المكونات السودانية إلى اتفاق هذا مهما لن تستطيع أن تقوم به جهة أخرى غير السودانين إذا لم يكنوا قادرين على صناعة القواسم المشتركة بينهم قادرين على الإحساس بما يجري الآن في السودان المواطن السوداني الآن وصل مرحلة لا يمكن أن يتصورها أحد هذه الحرب يجب أن تقيف ليس من أجل السياسين من أجل هذا المواطن إذا لم تستشعر هذه القوى السياسية هذا الوضع سيكون من الصعوبة بمكان افتراض بعد ذلك أن تنشأ أي عملية سياسية أو أي عملية سلمية من هذه القوى السياسية أنا أعتقد الآن هي الكرة في ملعب الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية السودانية عليها أن تقوم بما يجب أن تقوم به قبل بداية هذا المؤتمر وأن توحد كلمتها أن تتفق على الأهداف العليا فقط يعني الوسائل قد تختلف لكن لا بد من الاتفاق على الأهداف العليا والأهداف العليا أولوياتها واضحة جدا الآن يجب أن هذه الحرب وبأسرع ما يمكن يعني كل يوم يمضي لن يكون بإمكان بعد ذلك استعادة الوضع الذي سبق فيه إذا مر شهر يوليو يونيو الحالي ولم تستطع القوى السياسية السودانية وضع حد لهذه الحرب سيكون السودان بعد ذلك في مواجهة سيناريوهات لا أحد يعلم إلى أين تفضيها شكرا جزيرة لك من القاهرة الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيارة السودانية شكرا جزيرا لك ونقل عن هذا البيان إذن أخبار عاجلة واشنطن تسعى لدعم مجلس الأمن لمقترح لإنهاء الحرب في غزة عبر اتفاق لوقف النار وإطلاق سراح الرهائن وكان قبلها قد نقلنا عن إعلام فلسطين مقتل وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج في وسط قطع غزة نبقى في فلسطين حيث قتل أربعون فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطع غزة وأصب ماء وخمسون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى نحو ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعين قتيلا بينما زاد عدد المصابين إلى أثنتين وثمانين ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعين مصابا بحسب الصحة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة محتجزين لدى حركة حماس في خان يونس بجنوب قطاع غزة قال إنه يجري تحقيقا في ملابسات وفاته وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن قرار إعلان مقتل المحتجزين الأربعة سنداء إلى معلومات استخباراتية أكدته لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة قالت صحيفة يديعوت أحرانوت أنهم قتلوا على ما يبدو خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في خان يونس قبل أشهر ومن غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون مرحبا بك خضر نبقى مع آخر التطورات والاستهداف الإسرائيلي في البريج نعم مبروك مرحبا بك فعلا يعني ثلاثة من الضحايا سقطوا وعدد أيضا من المواطنين أصيبوا بجروح وذلك بعيد قصف فاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلا لعائلة غانم في منطقة بلوك عشرة وذلك بمخيم البريج وسط قف غزة تم نقل هؤلاء الضحايا وأيضا الجرحة إلى مستشفى شويد الأغصى في مدينة دير البلحة المجاورة وسط القطاع حتيت أيضا في ظل استهداف من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي للمنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع أيضا هنا في مدينة غزة أليات الجيش الإسرائيلي تتوغل في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وأيضا في منطقة شارع عشر جنوب المدينة وكل ذلك وسط إطلاق النار كثيف وقصف مدسعي على أحياء المدينة وخاصة في تل الهوى والصبرى والزيتون في مدينة غزة كان أيضا أربع من الضحايا سقطوا لدى استهداف الجيش الإسرائيلي شقتين سكنيتين في محيط منطقة الاصناعة في تل الهوى ونقلوا جميعا إلى مستشفى المعمداني في المدينة هذا يعتقد أيضا في ظل استهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي خاصة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدينة رفح فجنوب قطاع عزة وأيضا هذا ترافق مع قصف المدسعية وأيضا بدبابات الجيش الإسرائيلي لمناطق في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية من مدينة رفح أما في المناطق الشرقية لمدينة كان يونس طائرات الكواسكبتر الإسرائيلية كانت تحلق قبل الطائق على ساعات مرتفعات منخفضة وذلك في محيط مستشفى ناصر بكان يونس وفقنا بأن إحدى الطائرات المروحية الإسرائيلية هبطت على الأرض وذلك أكثر من مرة في ساحة المستشفى وعادت للأعلى مرة أخرى طيب خضر دعني أسألك عن الخبر الذي نقلناه قبل قليل عن هلال الأحمر إذا كانت تتوفر لديك أي معلومات والمتعلق بنحو 200 شاحنة مساعدات دخلت من معبر كرم أبو سالم بعد توقف المعبر لمدة أربعة أيام أي معلومات كانت تتوفر لديك واطلعنا على مسألة المساعدات بشكل عام نعم هذا يأتي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في مختلف المناطق في قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح البري الحدودي والذي تتم من خلاله يعني وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات والتي تتكدس في الجانب المصري من المعبر إضافة أيضا إلى استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم هذا المعبر التجاري والذي تمر عبره الشاحنات المحملة بالبضاء يعني وفقا للهلال الأحمر الفلسطين نحو 200 شاحنة محملة بالمساعدات والتي كانت متواجدة في المنطقة المصرية من معبر رفح والتي توجهت باتجاه معبر كرم أبو سالم ودخلت إلى المناطق الفلسطينية هذا يعني بعيدة يعني أسابيعا من العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الزنوبية وتحديدا في مدينة رفح هذه المدينة التي يعني لازلت تتعرض لهذه الحرب الإسرائيلية التي تشنع إسرائيل يعني منذ أدة أشهر ونحن شرفنا على انتهاء الشهر الثامن والدخول في الشهر التاسع لهذه الحرب المتواصلة على الفلسطينيين كل ذلك أيضا يأتي مبروط في ظل يعني انهيار المنظومة الصحية وخروج نحو 28 مستشفى عن الخدمة وبقية قرابة الستة مستشفيات وهي مستشفيات صغيرة تعمل في مختلف المناطق هنا في الكطاع شكرا جزيلا لك من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون على كل هذه الإضاحات قتل فلسطينيان اثنان وأصيب ستة آخرون برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحامها لنابلس في الضفة الغربية ذكرت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت شرق نابلس من عدة محاور ثم انتشرت في منطقة الضاحية وشارع القدس ومحيط مخيم بلاطة حيث دارت مواجهات بينما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز أفادت الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تعمل وعلى أن لا يكون لحماس أي دور في حكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب وأضافت الخارجية الأمريكية للحدث أن إدارة بايدن ترى أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا في مستقبل الحكم مشيرة إلى أن إصلاح السلطة الفلسطينية وتشضيها في مصلحة الفلسطينيين وتنشيطها لمصلحة الفلسطينيين وإسرائيل في النشرة ولكن بعد قليل السلطات التونسية تكشف عن شبكة للايتجار بالبشر وتعتقل ثمانية من عناصرها في الصاقص خلف عنوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحياة نلصد لكم القضايا المحلية تفاصيل دقيقة تعكس الواقع الفساد الفقر وعناوين كثيرة نحلل ونفصل أحداثاً صامتة غائبة أو مغيبة مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك الحدث في مكانك السبت الحادي عشر ونصف صباحاً بتوقيت جنينتش على شاشة الحدث منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى نحاول جاهدين أن ندرك أن نعرف السر في الوصول إلى غائتنا من العيش الكريم إلى حروب أو صراعات أو جوع أو مآسم لطالما كانت الأميات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقر الذي قال ما ننتظره أن يتغير أعلنت السفارة البولندية في ليبيا البدا في تهيئة وتجهيز مقراتها لاستئناف عملها من جديد في طرابلس وقال مدير أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البولندية ياتسيك خودروفيتش عاقب زيارته للعاصمة إن الخطوة تأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المستويات وبدء الإجراءات ذات الصلة لبناء علاقات شراكة وتعاون بين البلدين اندلعت مواجهات عنيفة في الزاوية بين ميليشيات متنافسة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وذلك بعد اعتقال قائد أحد الفصائل المسلحة مصادر محلية أوضحت أن الاشتباكات اندلعت بين تشكيلات تابعة لوزارة الداخلية وأخرى تابعة لوزارة الدفاع إثر القبض على أحد القيادات المسلحة أو أحد القيادات المسلحة يدعى عبد الكابو مطلوب هو لدى النائب العام على يد ميليشيا منافسة مصادر أوضحت أن أصوات اشتباكات سمعت في مناطق مختلفة من المدينة وأظهرت المشاهد المتداولة حرق آلية عسكرية كما أضافت المصادر أن عددا كبيرا من المسلحين انتشروا أو انتشروا في شوارع الزاوية إضافة إلى إغلاق مداخل المدينة ترجمة نانسي قنقر من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ رمزي أرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي مرحبا بك شكرا لوجودك معنا المؤسف في كل اشتباكات مدينة الزاوية تحديدا التي تبعد عن طرابل الثمانين كيلو متر وهي أكبر المدن غرب العاصمة أنه كل اشتباكات مسلحة هي تندلع ما بين وزارتي الدفاع والداخلية وعن من؟ عن مطلوب هو للنائب العام تدافع عنه إحدى هاتين الوزارتين أهلا بك أخي العزيز والتحية موصولة للمشاهد الكريم في هذا الوقت الكريم حقيقة أخي العزيز سبقتني في هذه البداية للوضع الاستثنائي لمدينة الزاوية وما يحصل فيها من اشتباكات ما بين ميليشيات وبالمناسبة أخي العزيز مدينة الزاوية تبعد أربعين كيلو متر فقط غرب العاصمة طرابلس وليس ثمانين كيلو متر وحكومة أدبيبة وحكومة أدبيبة ووزير الداخلية طرابلسي وكل أجزاء الأمنية والسيادية في غرب طرابلس ليس منهم ببعيد ما يحدث في مدينة الزاوية الذي يدفع أهلها ثمن هذا الترويع وأيضا بالمناسبة وأنا تحدثت عبر هذه القناة الموقرة أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا تتحمل المسؤولية الكاملة حول ما يحدث في الزاوية أيضا لأنها بعثة دعم وأيضا لأنها تبعد ثلاثين كيلو متر عن مدينة الزاوية لأنها موجودة في جنزور هذا الوضع الاستثنائي يعني يوجب على حكومة تبيبة وعلى عماد طرابلسي وعلى كل من يدعي أنهم أنا عندي نقطة فقط أنا أعذرني على المقاطع أستاذ رمزي ولكن أنت تلقي باللوم على البعثة والبعثة هي تنظيمية فقط لا تملك السلاح اليوم في ليبيا البعثة الأممية بدل من ذلك يعني الحكومة اليوم حكومة تبيبة التي تتعامل مع هؤلاء الشخصيات لما لا يتم إلقاء اللوم عليها بشكل واضح وصريح أنها هي مقصرة جدا في مسألة انتشار السلاح ليس في الزاوية بل في جميع المدن المسيطرة عليها يعني هي ليست المرة الأولى اليوم التي تندلع فيها اشتباكات وليست المرة الأولى التي لا تعلق عليها توضيحا لإستفسارك أخي العزيز أنا عندما بدأت بإدبيبة وبدأت بإعماد طرابلسي أول من ألقيت اللوم على الأجزاء الأمنية والسيادية في طرابلس وفي المنطقة الغربية ثم البعثة وأقول لك لماذا ألقي اللوم على البعثة أخي العزيز لأن البعثة قبل أيام معدودة كانت متواجدة في تونس ضمن فريق أمني وعسكري تريد حالة الوضع الأمني وتريد وضع ميثاق شرف أمني عسكري والبعثة تعي جيدا أن أهم بند في اتفاق جينيف هو بند وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات ونزع السلاح في غضون 90 يوما وهذا الكلام كان يوم 2010-2020 وبالتالي البعثة الأممية التي تطيل أمد الأزمة في ليبيا وكل شهر أو كل 15 يوم لديها إحاطة في مجلس الأمن وبعد أيام معدودة إحاطة استيفاني خوري لتتحدث عن الأزمة في ليبيا والأزمة معروفة أخي العزيز نحن صرحنا وأكدنا وقلنا أن داء الأزمة في ليبيا هو داء أمني المشكلة أمنية بامتياز أتدخل ممكن أستاذ رمزي في نقطة حتى نستمع إلى إجابة أيضا وحدة بوحدة النقطة الآن تتعلق بمسألة دور البعثة الأممية في تفكيك الميليشيات المسلحة وهذا بند أساسي كما تقول في جينيف هذا صحيح جدا ماذا تفعل البعثة الأممية في حكومة تشرع هذه الميليشيات المسلحة التي تعطي لهم صفات رسمية تتعامل معها هذه البعثة ودول العالم كلها وأنت تعلم من هم اليوم أغلب من موجودين في الوزارات الأمنية انتهاءا بالفارط طبعا سؤالك وجيه ومنطقي وأنا عندي الرد أخي العزيز والرد أقوله بمرارة ولكن بشجاعة ليبيا لا يستطيع كائن أن يكون أو من يكون أن يعني يغطي عين اجتمس بالغربال أن ليبيا لازالت تحت الوصاية الدولية ولازالت تحت البند السابع من مجلس الأمن ولازالت كل ستة شهور يقرر مجلس الأمن أن ليبيا تشكل خطرا على الأمن والسلم الدولي وبالتالي مجلس الأمن والجماعة الدولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة الذين أسقطوا النظام في ليبيا وأسقطوا الدولة في ليبيا في 2011 عليهم التزام قانوني وأخلاقي وسياسي ودولي على إرجاع الدولة الليبية بماذا؟ بإصدار قرار من مجلس الأمن منزم وليس مجرد توصية بحل الميليشيات ونزع السلاح وهناك لجنة تابعة لمجلس الأمن تسمى لجنة نزع السلاح أخي العزيز لم يأخذ قرار ضرب ليبيا ساعات معدودة الأمم المتحدة ومجلس الأمن يستطيعون الآن وليس غدا إنهاء الأزمة في ليبيا ولكنهم يطيلون آمن الصراع لأجل حسابات خاصة المشكلة هنا أستاذ رمزي نحن في ليبيا في ليبيا اليوم نتحدث عن مسؤولين بشكل عام يوجهون اللوم على البعثة الأممية ومن ثم يعودون من نقطة أخرى يطالبون بحل منها يعني كيف يمكن أن نذهب إلى حل إذا على مجلس الأمن مجلس الأمن لم يستطع وقف إطلاق النار في غزة ليس مسألة تفكيك ميليشيات مسلحة اليوم تشرعنها المؤسسات الحكومية في ليبيا أخي العزيز أنا ابن ليبيا وابن مدينة الزاوية وموليد طرابلس وابن مدينة بنغازي وابن الإشراف الأدارسة في كل ربوع من ربوع ليبيا أقول لك أمرا وأنا أعي ما أقول كمستشار أمن قومي ومستشار قانوني واشتغلت في وزارات سيادية في الدولة الليبية أعطيك مثال بسيط سنة 2014 السفيرة الأمريكية خرجت من طرابلس إلى تونس أعطوا التعليمات المباشرة لكل الميليشيات أن لا يتم إطلاق رصاصة واحدة أو خروز سيارة عسكرية واحدة تلك الليلة خرجت السفيرة الأمريكية من طرابلس إلى تونس دون إطلاق رصاصة واحدة ودون خروز سيارة عسكرية واحدة وبالتالي ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن العزمة في ليبيا أمنية وبالإمكان حل الميليشيات ولزع السلاحية بقرار ملزم أخي العزيز لماذا إلى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ قرار جينيف بحل الميليشيات ولزع السلاح هل يعجز مجلس الأمن أخي العزيز عن حل الميليشيات ولزع السلاح خاصة نعم هو عاجز اليوم هو لا يستطيع وخاصة في مدن معينة هو عاجز لا توجد إرادة ليست لديه إرادة مجلس الأمن اليوم لحل الميليشيات نعم أخي العزيز أيوة أنت الآن سألت وأجبت هناك فرق كبير وجوهر بين لا يستطيع أو لا يريد أو لا يملك الإرادة أنا أقول لك أن مجلس الأمن والدول الكبرى تستطيع ولكنها لا تريد وتملك الإرادة أيضا نعم أخي العزيز شكرا جزيلا لك من القاهرة الأستاذ رمزي أرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي على كل هذه الإضاحات أعلنت الشرطة المغربية إحباط عملية تهريب كبيرة للمخدرات مشيرا إلى حجز أكثر من ثمانية عشر طن من مخدر الشيرة اعتقلت الشرطة المغربية خمسة أشخاص متلبسين بنقل هذه الكمية المحجوزة من المخدرات على متن شاحنة كبيرة للنقل ومحاولة تهريبها عبر ثلاثة زوارق مطاطية سريعة لتهريبها عبر البحر انطلاقا من شاطئ سيدي رحال بضواحي مدينة الدار البيضة تمكنت الشرطة بعد عملية تفتيش من ضبط مجموعة كبيرة من حاويات المحروقات ومحركات بحرية قوية تدفع وثلاثة زوارق مطاطية سريعة ومضخات هوائية وهاتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بالإضافة إلى شاحنة كبيرة لنقل المخدرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في خطاب حملة الانتخابية لتأكيد همية الرادع النووي في الدفاع عن أمن المملكة المتحدة واستخدامه إن دعت الضرورة هذا ويواصل تقدمه في آخر استطلاعات الرأي عن رئيس الحكومة ريشي سوناك الذي يحاول جاهدا تقليص تأخره ويقول أن ما يهم هو التصويت في يوم الاقتراع مصطفى زارو والتفاصيل طيب حتى يجهز التقرير مع مصطفى زارو ترجمة نانسية البريطانية على أشدها بين الحزبين الرئيسيين على بعد شهر من الانتخابات العامة السير كير ستارمر زعيم العمال يواصل الكشف عن المزيد من سياسات سيعتمدها في حال فوز حزبه بالاقتراع في الرابع من يوليو إذ تعهد بتوسيع كبير في الطاقة النووية كجزء من استراتيجية البيئة الأوسع بهدف جعل المملكة المتحدة رائدة في مجال الطاقة الخضراء والحد من انبعاثات الكربون أما الرادع النووي الذي كان محطة خلاف في عهد سلفه جيرمي كوربن فسيكون جزءا من استراتيجية الدفاع عن أمل المملكة المتحدة فيما لم يحدد أي موعد لرفع الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي كما تعهد حزب المحافظين الرادع النووي جزء حيوي من دفاعنا وبالطبع هذا يعني أننا يجب أن نكون مستعدين لاستخدامه لا أحد يطمح أن يصبح رئيسا للوزراء ويحدد الظروف التي سيتم فيها استخدامه وهذا سيكون غير مسؤول أما حزب المحافظين المتأخر في استطلاعات الرأي بعشرين نقطة مئوية فلم يستطع زعيمه ورئيس الحكومة إيريشي سونات تقليص الفارق الشاسع بينه وبين كيرستارمر المرشح لقيادة الحكومة المقبلة بالرغم من التعهدات السابقة والوعود الجديدة ما يعكس استياءا عاما متزيدا من حكومة المحافظين جراء سلسلة من الأخطاء والانقسامة الداخلية بين أعضائه المحافظون في معركة شاقة لاستعادة ثقة الناخبين وسد الفجوة الآخدة في الاتساع يعارض الديمقراطيون فكرة أن إدانة الرئيس السابق دونالد ترومب ستكون مفيدة بأي شكل من الأشكال في محاولته للفوز بالرئاسة والعودة إلى البيت الأبيض كما يروج الجمهوريون معتبرين أن ذلك يعارض الخبرة السياسية الأمريكية ليؤكد الديمقراطيون أنه لا يمكن أن يكون المجرم المدان مرشحا جيدا لأعلى منصب في البلاد يتواصل الجدل حول تأثير إدانة الرئيس السابق دونالد ترومب في قضية شراء الصمت في نيويور فالديمقراطيون يعارضون بقوة فكرة أن إدانته ستكون مفيدة له في محاولته للرئاسة ويقولون أن مجرد مصطلح مجرم مدان سيثن ناخبين مستقلين عن دعمه كما يشير الديمقراطيون إلى أن ترامب قد يكون تحت المراقبة قبل قبوله ترشيح الحزب الجمهوري في يوليو وهو أمر ليس جيدا لمرشح للرئاسة ويتابعون بأن الإدانة تعاقد جهوده رغم اعترافهم بتقدمه على بايدن في استطلاعات الرأي لكن في الوقت نفسه يحذر بعضهم من أن الناخبين المستقلين بعد خمسة أشهر سيهتمون بمواضيع أكثر أهمية من إدانة ترامب مثل التضخم والجريمة والهجرة غير الشرعية التي يلام بايدن عليها بالتزامن مع ذلك يدعو ديمقراطيون مثل النائب أدم شيف الرئيس بايدن إلى استخدام إدانة ترامب في حملته الانتخابية معتبرا أن الجمهوريين كانوا سيفعلون الشيء نفسه لو كان الوضع معاكسا أما ترامب والجمهوريون فيصرون على أن الإدانة تقوي حضوضه فيما يؤكد ترامب على أنه لا يشكل أي تهديد لديمقراطية على عكس ما يقوله بايدن والديمقراطيون وبالعودة إلى العاصمة المغربية الرباط وإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات في الدار البيضاء ينضم إلينا مراسل الحدث عادل الزبيري والمزيد من التفاصيل فضل عادل نعم بعد حوالي شهرين اثنين من الاشتغال الصامت للاستخبارات الداخلية المغربية بتنسيق مع فرقة من النخبة للشرطة المغربية تمت عملية تفكيك ميداني خلال وقت التنفيذ أي ساعة الصفر لعملية محاولة تهريب دولي لكمية كبيرة من المخدرات في منطقة سيد رحال في دواحي مدينة الدار البيضاء وجرى اعتقال خمسة أشخاص وجرى حجز الكمية الكبيرة من أطنان المخدرات التي كانت معبأة وهي في الغالب مخدر القنب الهندي القادم من مناطق شمال المغرب والتي كانت معدة للتهريب الدولي باستخدام زوارق مطاطية سريعة وباستخدام هاتف مرتبط بالأقمار الاصطناعية وباتباع خطة دقيقة اعتمدها مهربون ومغاربة في عملية كانوا يرغبون فيها بإخراج القنب الهندي المرهوب فيه أوروبيا عبر هذه الطريقة ولو أن مدينة الدار البيضاء مدينة في وسط المغرب وبعيدة عن سواحل التهريب التقليلية في الشمال ولكن يبدو بحسب المعلومات الأولية أن تضييق الخناق على شواطئ شمال المغرب على البحر الأبيض المتوسط على المهربين الدوليين دفعهم هذا التضييق إلى البحث عن خيارات بديلة ومنها هذه العملية المعلومات الأولية تشير إلى أن المهربين حاولوا بكل السبل أن يتسللوا من المراقبة الطرقية ولكن شباك الأمن المغربي في ضربة استباقية في عملية نوعية مكنت من تركهم يدخلون مدينة الدار البيضاء قبل إطباق الكماشة عليهم في حالة تلبس كاملة تذكيرا بلغة الأرقام يعاني المغرب من ضغط كبير من شبكات دولية لتهريب المخدرات في العام الماضي 2023 اعتقل المغرب أكثر من 300 مواطن أجنبي متورطين في عمليات التهريب من أو إلى المغرب في نماذج كثيرة كما أن المغرب يعاني من ضغط آخر من مخدر جديد هو البوفا هذا المخدر العقار الخطير جدا والذي يتصدى له المغرب خصوصا في ضواحي المدارس هناك أيضا محاربة التهريب التقريدي للقنة بالهندي وأيضا محاولات الكارتلات كارتلات أمريكا اللاتينية تحويل المغرب إلى منصة دولية لتهريب الكوكاين والهروين ولكن يبدو أن المغرب بلغة الأرقام جفف هذه المنابع وهناك أيضا اتجاه للمغرب لمحاربة التهريب الدولي لحبوب الإكستازي أو ما تسمى مغربيا بالقرقوب وهي حبوب طبية ليستخدمها الكثير من المراهقين والقاثرين وتروج في ضواحي المدارس وأبواب المدارس حيث أن الشرطة عمدت إلى تكوين فرق متخصصة في الشرطة المغربية مهمتها محاربة مختلف المخدرات الكيميائية المسمومة والبيضاء والتي الآن يعمد مهربوها الدوليون إلى تسويق الوصفات عبر منصات التواصل الاجتماعي عوضا عن اللجوء إلى نقل هذه المواد هل لديك أرقام لحرب المغرب المفتوحة ضد شبكات تهريب المخدرات إذا ما تحدثنا عن عدد الأشخاص خلال سنة 2024 منذ بدايتها حتى نصف السنة الآن أرقام أعداد وكميات وأنواع المضبطات وإلى أين الدول الأوروبية تحديدا يتم توجيه هذه الكميات نعم على المستوى التقليدي التهريب الدولي وذي القن بالهندي أو الحشيش هو يتم عادة من موانئ مدن مغربية في الشمال على اعتبار القرب الجغرافي باتجاه إسبانيا إذن هذه العمليات تتم باستخدام قوارب مطاطية سريعة أو على متن السيارات أو حتى يحملها أشخاص عندما يتنقلون في مواسم الهجرة القانونية خصوصا في الصيف بلغة الأرقام في العام الفين وثلاثة وعشرين فيما يتعلق بمخدر الحشيش السلطات المغربية ضبطت أكثر من واحد وثمانين طندا ومن هذا المخدر الذي يكثر الإقبال عليه أوروبيا ولا ننسى أن القن بالهندي أو الحشيش المغربي يكثر الإقبال عليه في الكوفي شوبس القانونية المنتشرة مثلا في هولندا على اعتبار أن هولندا لديها تشريع قانوني هو ما أقدم عليه المغرب الذي اعتمد اليوم مقاربة قانونية لتقنين القن بالهندي بحيث لأول إبرة في تاريخ المغرب المزارعون المغاربة المنتجون للقن بالهندي يبيعون منتوجهم إلى السلطات المغربية بطريقة قانونية على مستوى المخدرات الكيميائية من قبيل الإكستازي والأقراس الطبية المهلوسة فالمغرب في العام 2023 حجز قرابة مليون وربع مليون حبة رقم كبير بحسب المراقبين هناك أيضا مخدر أشرت إليه ومخدر جديد ومخدر كيميائي خطير وخطير جدا هو البوفا حيث جرى توقيف 575 شخصا متورطين في تصنيع هذا المخدر القوي والمدمر وأيضا جرى حفظ 5 كيلوغرامات من هذا المخدر وهي كمية كبيرة في سياق محاربة المغرب لمختلف المخدرات التقليدية والكيميائية المصنع من العاصمة المغربية الرباط عادل زبيري شكرا جزيلا لك أعلنت السلطات التونسية الكشف عن شبكة للاتجار بالبشر في محافظة سفاقس وضحت الشرطة التونسية أنها اعتقلت ثمانية من عناصر الشبكة من بينهم خمسة نساء ومنظم عمليات هجرة غير نظامية وفق بيان صدر عن الحرس الوطني وضح الحرس أن أفراد الشبكة سهموا في مساعدة المجتازين من أفريق جنوبية الصحراء مقابل مبالغ مالية نهزت الثمانين ألف دولار ومساعدتهم على الإقامة غير الشرعية بمعتمدتين العامرة واجبنيانة بمحافظة سفاقس شرقي تونس قررت النيابة في سفاقس إصدار ثماني بطاقات إدعب السجن بحق أفراد الشبكة بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال تطلعنا أكثر من تونس العاصمة الصحفية نسرين حمداوي نسرين المزيد من عندك حول هذه الشبكة نعم كما تفضلت هذه الشبكة تم إلى حد اللحظة إيقاف ثمانية من بين عاصرها خمسة من بينهم نساء ومن بينهم أيضا أحد منظمي عمليات الهجرة غير النظامية نشير إلى أنه خلال الفترات الماضية خاصة نتحدث عن محافظة سفاقس وهي إحدى أهم محطات انتلاق عمليات الهجرة غير النظامية فاتجاه السوحل الأوروبية كانت هناك نشاطات مماثلة تتمثل في أن يستلم تونسيون مبالغ مالية وحوالات باردية بأرقام ضخمة يعني عيوضا عن هؤلاء المواجرين باعتبار أنهم لا يمتلكون أوراق ثبوت هوية نتحدث عن أنهم لم يمتلكون جوازات سفر أو وثائق تثبت إقابتهم الشرعية في تونس وبتالي لا يسمحوا لهم بسحب هذه الأموال فيستغلون شبكات طيب نحن فقدنا الاتصال بمراسلة الحدث من العاصمة تونس سنعود إليها إن كان قد تحصلنا مجددا على هذا الاتصال شكل استطلع للرأي أجرته القناة الألمانية الأولى في ألمانيا صدمة لدى مدرب فريق كرة القدم الوطني بسبب السؤال إذا ما كان المستطلعة أراؤهم يحبون رؤية لاعبين بيض أكثر في الفريق هل تريدون أن تروا عددا أكبر من اللاعبين البيض داخل الفريق الوطني الألماني لكرة القدم؟ هذا السؤال لم يكن دعابة بل طرحته القناة الألمانية الأولى IRD على مشاهديها بكل جدية وكان الجواب من 21% بأنهم نعم يريدون ذلك الاستطلع أثار غضب مدرب الفريق يوليان ناجلسام الذي وصفه بالعنصر وقال إنه لا يصدق أن المستطلع أراؤهم أجابوا فعلا على سؤال مماثل وأضف بأن الفريق الوطني يمثل ألمانيا وهو مثل قوي للاندماج ويعيد هذا الاستطلاع إلى ذهان استقالة اللاعب الألماني التركي الأصل مسعود أزيل عام 2018 من الفريق الوطني بسبب ما قال إنه عنصرية وتمييز لم يعد قادرا على تحملهما من شمال شرق سوريا الرقة التي تشهد أول انتخابات بلدية بعد حقبة داعش هذه الانتخابات تأخذ بأبعادها منح أخرى فالإدارة الذاتية تتمسك بإجرائها رغم اعتراض تركيا والتحفظ واشنطن ما يفتح الباب على التساؤلات منها تكريس الانفصال فما موقف دمشق وما موقف أنقرة هذا وتشهد مدينة الرقة تنافسا كبيرا بين الأحزاب والكتل العشائرية والمستقلين الذين يريدون إيصال مرشحيهم عبر الانتخابات إلى كرسي رئاسة البلدية مرات الأولى بعد التحرر من التنظيم انتخابات محلية مثيرة لجدل هي الأولى في هذه المدينة التي لا تزال تتعافى من تداعيات مرحلة حقم داعش خمسمائة وواحد وثلاثون مرشحا يمثلون أحزابا رئيسية وتكتلات عشائرية بالإضافة إلى الشخصية المستقلة يتنافسون للفوز برئاسة البلدية ومجلسها المكوني من أربعين عضوا حال المدينة وتحسين خدماتها يتبوأ برامج المرشحين الانتخابية والهدف كسب أصوات الناخبين في الحادي عشر من الشهر الجاري سنقدم خدمات بشكل عام تحسين جودة الخبز بالنسبة لتقديم تمديد شبكات المياه وصرف الصحي والكهرباء وتسفيت الأحياء والشوارع والأرصفة الانتخابات المحلية أثارت غضب تركيا واعتبرتها خطوة أولى للانفصال عن سوريا فيما أبدت واشنطن تحفظها على التوقيت أكدت الإدارة الذاتية أنها ماضية في تنظيم الانتخابات في موعدها أنها لا تتقبل هذه الانتخابات لا تتخبل هذه العملية الديمقراطية لأنها على دلاية تامة عند إجراء هذه الانتخابات ونجاح هذه الانتخابات كيف أن شرعية الإدارة الذاتية كيف ستكون لأنها تعرف بأن الإدارة الذاتية الآن أمام تحدي من أجل إنجاح هذه العملية الانتخابية الأولى من نوعها على مستوى شمال شرق سوريا ونحن أيضا كمفواضية طبعا مهما كانت استهدافات موجودة مهما كانت تهديدات مهما كان عدم قبول لهذه الانتخابات لكن نحن وانتخاباتنا جارية على قدم وساق وسنجري هذه الانتخابات بتاريخ داعش ستة بعيدا عن المشاحنات بين الفرقاء يعمل وجهاء المدينة وشيوخها على حجر الأصوات لمرشحيهم فالانتخابات هنا تعني المشاركة في القرار في موازات المقاوف التي تبديها أطراف محلية وإقليمية من الانتخابات البلدية يرى سكان المناطق العربية أنها قد تقود إلى التوافق في إدارة المنطقة وتحسين الخدمات وهو ما يساهم في جسر الهوة بينهم وبين الإدارة الذاتية من مدينة الرقة شمال شرق سوريا جمعة كاش الحدث إذن مشاهدين نعود لنذكر بأبرز الأخبار العاشلة التي نقلناها قبل قليل عن الولسي جورنل التي تتحدث بأن نتنياهو قد أبلغ بالفعل نوابا إسرائيليين بأن مقترح وقف النار يتيح استئناف العمال القتالية إذا انهارت المحادثات كما أن مقترح وقف النار يحفظ لإسرائيل حق استئناف القتال لو شعرت أن المفاوضات غير جدية كما نقلت أكسيوس قبل قليل عن أن وفد من حماس يصل القاهرة الثلاثاء لبحث مقترح وقف إطلاق النار في غزة مع وسطاء مصريين وقطريين شكرا لكرم المتابع حسام جبالي على رأس السعاء شكرا لكرم المتابع حسام جبالي على رأس السعاء